الصيف والمصيف كلنا عارفين هو يعني انك تستمتع وتستجم وتشوف المية وتشوف جمالها وتنزل ولادك وتفرح بيهم وانت بتستجم وبتستمتع بالحياة اثناء نزولك البحر لازم تاخد بالك جدا من التعليمات اللي موجودة على هذا الشاطئ لازم تاخد بالك من رجل الإنقاذ اللي بيبقى واقف لازم تاخد بالك من العلم اللي بيبقى موجود علشان تتفادى لقدر الله حدوث اي حالات خطر او غرق في البحر خط بالك على اطفالك خط بالك على اسرتك انتبه كويس جدا لدي التعليمات لان اكيد هذا الشخص اللي هو رجل الإنقاذ اكيد خايف عليك وخايف على سلامتك وخايف على سلامتك علشان الاجازة تعادي بخير والكل يبقى سعيد وما بقاش في اي مشاكل خلونا نتعرف على مجموعة من الارشادات والنصايح اللي ممكن البعض ما يكونش عارفها سواء الوان الراية اللي مفوط بتبقى على الشاط المنقذ والتعليمات الخاصة بيه صفارة اللي بيستخدمها علشان التحذير ازاي ان احنا ما نحسش كده بحركات تعانتارية ونقول لا احنا منعرف نعوم وهندخل يعني هندخل ومش هنسمع الكلام لان هما بيقوا درسين طائرات المية او اي سنها لان هو بيبقى نازل الصبح تقريبا في المية وبيبقى عارف فيه سحب ما فيه سحب طائرات شكلها ايه فيه دوامات ولا لا المنطقة الخطر المنطقة اللي ممكن ينزل فيها اي حد وفوق كل ده وده طبعا التمكن من السباحة نفسها دكتور حازم الروبي عضو لجنة الانقاذ بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ ضفنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح النور على حضراتكم على جميع السلام مشاهدين عايزين الاجهزة تبقى حلوة كده ونقول فيها الارشادات اللي مفروض اللي هو يتبعها كل افراد الاسرة من غير ما نضايق عليهم لكن برضو بنتفادى اي خطورة موجودة احنا مبدئيا بنتمنى لكل شعب مصري اللي هما يقضوا صيف سعيد بدون فقد اي حد من الاحباء ويعني اهليهم احنا ركبوا واحد زي ما حضراتكم قلته اللي احنا لازم نتبع تعليمات حارس الحياة اللي هو المنقذ المنقذ دايما بيبقى خايف على كل الموجودين في الشاطئ وانت كولية امر او شباب راحين تتفسحوا وتنزلوا المية لازم تتبعوا جميع الاشهادات اللي بيقولها المنقذ احنا عندنا رقم واحد المنقذ بيبقى فيه حتة اسمها منطقة الامان حضرتك بتعوم فيها ما تحويش تخطى يعني لو فيه واير او فيشها منظورة موجودة بيقولك ما تعديش المكان دا اللي هو خط البراميل ازاي البراميل كده زي حنا بنقول انت ما نفعش ان حضرتك انت تعديها دا رقم واحد رقم اتنين لو انت كرب واسرة ورايح تصيف انت اولادك منفعش عينك تغفل عن اولادك ايا كان حتى لو سابهم في منطقة او عشاط او غيره اللي انت تتنزه او تقوم وتروح وتيجي وساب الاولاد دي بتبقى مش كالجبيرة خاصة لو اطفال زغيرين وهم مش قادرين يوموا رقم تلاتة برضو ما نديش الامان قوي للطوق اللي احنا بنلبس الطوق والاولاد في المية وانا معاهم ما اعرفش عهم ممكن الطيار يبدأ او الرياح تبدأ تخدني الجوة وده مشكلة بتبقى اكبر بكتير زي ما حضرتكم اتفطلت وقلتوا على موضوع الراية ده مهم اول نشوف ونتبع لو الراية اللي موجودة لونها احمر في بعض الشواطب بلونها اسود في بعض الشواطب تانين انا منفعش اطلاقا انزل المية الاحمر والاسود ما ينفعش انزل المية احنا بدأنا الالوان الموجودة زي اشارات المرور عشان جميع الشعب ما ينفعش اول حاجة لو اللون اغضر انا اقدر انزل المية بسلام ما فيش اي مشكلة لو اللون اصور فيه خطر في المية بس ممكن انزل بس محترس في المية وما ينفعش ساعتها انزل لما يكون معايا حد بيعرف يعوم لو الاشارة حمراء انا ما ينفعش اطلاقا انزل المية عشان الموجودة عالية او فيه طيرات سحب عالية ما الاسود ايه؟ ما الاسود مكانا الاحمر فيه شواطئ بخطورة زايدة اويا بالزبط كده بدل الاحمر ولكن احنا بدأنا احنا كالتحدة مصر الغسوة الانقاذ اللي احنا نعمم الاشارات المتواردة طيب خط البراميل بيبقى متفاوت من شط الاخر يعني فيه خطوط بيبقى بعيد جدا وفيه خطوط بيبقى قريب على اي اساس بيتحدد على اي اساس مين بيرسمه هل فيه لجنة معينة وبعده بيبقى الخطر عامل ازاي؟ خانقول ان دي بتفرق ما بين شاطئ والتاني وفقا لي عمق المية نفسها يعني ده بيتيجي بعد لما بيجي المنكس بينزل المية والسادة الخبراء اللي موجودين في الشاطئ وينزلوا يبدأوا يعملوا عاملة سكان في المية وبيشوفوا الطول لغاية فين وبدأوا بيعملوا منطقة الامان اللي الاولاد هينزلوا فيها المية لان بعدها لو حضرتك تعدتها ده ممكن بيقول عمق بفيه غريق وما يقدرش اللي هو يزبح فيها طبعا كده بيحصل حالة الغرة وطبعا بنعمل نفسنا منطقة امان يعني بنسيب نفسنا مش قال لو احنا في بحر مش قال لي مثلا من 10-15 متر علشان لو حد يقولك هو شايف نفسه شوية يقدر اللي هو يعدي الخط البراميل او الخطوط الموجودة عشان يعوم ده ممكن برضو يحصل له مشكلة طيب وده سؤال يا دكتور حيزم منطقة الامان بتختلف من يوم ليوم حسب الطيارات والسحبة في المية اه طبعا انت بتيجي كل يوم المنكس من اول ما بيطلع شروق الشمس بينزل المية هو بنفسه بيبدأ بيشوف المية اخبارها ايه المية النهاردة عالية المية مش عالية وبالتالي بيقدر اللي هو بيغير مناطق الامان اللي موجودة لو يحتاج لده وخلينا نقول احنا كالتحاد مصري الوصول انقاذ بشراف وزارة الشباب الرياضة طبعا ملف الانقاذ واخد اهتمام كبير او من الدولة المصرية وحقيقي معي الوزير الدكتور اشرف صبحي من اكتر من سنة بدأ يهتم بهذا الملف وعملنا اجتماع وقدشنا مبادرة اسمها مبادرة مصر بلا غرقة وده كانت فكرة الكابتن سامح الشاز الرئيسة تحدي المصر الغوص والانقاذ وبدأ نشتغل عليها نحط حاجة اسمها معايير واجرات تأمين المسطحات المائية وسمناها الكود المصري تأمين المسطحات المائية والمبادرة بفضل الله اخذت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما لها من اهمية كبيرة لحفاظ على حياة المواطن اتعممت على الشواطئ اتعممت على جميع الشواطئ اتعممت على جميع حمامات السباحة الموجودة وكان اكبر تحدي بين نسبانا ونجاح تأمين شاطئ النخيل شاطئ النخيل العجل اللي بقلنا بالزبط كده اللي بقلنا فترة ما سمعناش عنه كل سنة بنسمع عن حالات ضحايا وغرق كبيرة جدا في السحب هناك شديد في السحب جديد وطبيعة الشاطئ نفسه احنا رحنا الشاطئ بلجنة من محافظة اسكندرية ومبادرة مصب لغررة تحت سلافة رشا بوريادة وروحنا هناك درسنا الشاطئ وبدأنا نحط لي خطة امان وبدأت الشركة المنفذة او تأمين هذا الشاطئ تمشي على الخطة للموضوع والحمد لله دلوقتي مفيش حالات جراء موجودة في الشاطئ احنا برضو كالجنة في مبادرة مصب لغرقة بننزل جميع المسطحات بجميع حمامات السباحة الموجودة باستمر التقييم وبنشوف ايه المعايير والاجراءات التأمين اللي موجودة في كل حمام السباحة واللي مش موجودة بمدي ارشادات للمسؤولي حمامات السباحة او الشواط خيرا اقول لحضرتك برضو احنا بننزل الكرة السياحية بقولوا انتم فين يعني احنا محتاجينكم معانا ترشدون احنا ممكن نقدر نعمل ايه لان احنا عندنا فيه شركات قوية في السوق وعارفها بتعمل ايه ودرسة ده تدريب الموقزين على الاهل الله نور على حضرتك وفيه اماكن تانية مش لقياه مش عارفين يروحوا فين ويجبنين فاحنا ما بنروح هم فعلا بيستجيبوا يعني احنا عندنا المسؤولين لا بيستجيبوا للتعليمات الخاصة بنا الخطر فين يعني اكيد لما عملتوا سكان لكل الشواطئ المصرية في المتوسط وفي البحر الاحمر كان فيه اماكن نقدر نقول عليها الاخطر او الاكثر خطورة تقييمكم فيها كان فين تحديدا انه نقدر يعني لو فيه مثلا تلت درجات من الخطر ايه كان الاكثر خطرا ثم الاقل ثم الاكثر سلامة خلال الحركة طبعا فيه بعض الشواطئ اللي مش مؤهلة لعملية السباحة وتنزه فيها ودي موجودة وبدأت بعض القرى في السحر الشمال اللي بدأت اللي تمهد الشواطئ دي لعملية نزول المصطفين والنزلاء والزوار اللي هو يسمي البحر المفتوح المفتوح بزبط كده وفيه بعض القرى برضو موجودة برضو فيها بعض المشاكل السخرية فيه الرمل الخاصة بها ويه المياه ولكن خلال نقول في الآخر انت كمسؤول بتتبع التعليمات اللي موجودة بتمهد الشاطئ الخاص بيك اللي جايلك شايف فيه تعليمات شايف فيه منقرس بيلقر التعليمات هو حتى بنفسه لكل أسرة موجودة فيه ثقافة عند المواطن اللي هو بيسمع الكلام المسؤول عن الشاطئ بيخلي باله من أولاده عامل عملية محو أمية السباحة للأطفال عنده بديهم ثقافة إزاي التبع التعليمات هنلاقي الأمر إحنا بدأنا إحنا بنمحو عملية الغرق طيب دكتور حزم يعني لقدر الله لو حد حس حتى لو هو بيعرف يوم إنه هو بيتسحل مثلا لجوه أو مش قادر إنه هو يطلع على البر بسهولة أو إنه هو حس إنه فيه دوامة مثلا بتاخدل تحت إيه طرق التعامل السليم لإنه دايما يقولك ما تخافش ونظم نفسك واتعامل بشكل سليم إيه الشكل السليم المفروض يتعامل بيه علشان يطلع للشط بسليم خلينا نقولي الطيار الساحب ده يعتبر من أخطر الحاجات اللي موجودة لإنه بتلاقي الأولاد على الشاطئ موجودين ومرة واحدة ييجي الطيار إصحابهم لجوه بشكل مفاجئ جدا فإحنا خلينا نقول كده أول لما تلاقي فيه طيار ساحب إحنا ممكن نقدر نشوفها بتعين المجردة بنلاقي الموجودة جاية على الشاط فيها كسر في النص منطقة الكسر في النص ديت لو أنت وقف فيها الماء بتسحبك لجوه أنا المفروض أبقى هادي جدا منفقش عوم عكس الطيار يعني الماء بتخدني لجوه أنا منفقش عوم التجاه الشاطئ لأنني عومت التجاه الشاطئ حرج عتالي أيا كان سرعتك لو أنت سباحه لنبي هتلاقي نفسك بتعوم مكانك ما بتحركش ولا يمين وما بتطلعش لقدام فبالتالي أنت تحرك بتسيب نفسك بتعوم بشكل موازل الشاطئ سواء من ناحية اليمين أو اليسار هتلاقي نفسك بعد عن الموجة دي الطيار الساحب أبعد عن الكسرة يعني لما عوم بشكل موازل للموجة أبعد عن الكسرة فبيبقى بسهولة أطلع تاني الشاطئ بالزبط كده طيب لو أنا مش قادر أعم يمين أو شمال حضرتك تسيب نفسك خالص لغاية لما الطيار الساحب تكسر الموجة لما تيجي الموجة على التانية بتبدأ اللي هي بتكسر طيار الساحب فممكن تقدر لو أنت بتعرف تعم لو مش قادر تعم يمين أو شمال بتطلع برة الخط الخاص بتطير الساحب تسيب نفسك لغاية لما تخش الجوة بشكل معين بعد كده الطيار يبدأ يهدى تبدأ اللي أنت تعوم يمين لكن ما تخلصت تقطق فين أنت تحاول توصل لحلت غير تخلص تقطق هتلاع نفسك أنت بتارى خاصة لو أنت مش متقن السباحة بشكل جيد ودير سالة لكل وليه أمر يعلم أولاده المهارات الأساسية للسباح المهارات الأساسية للإنقاذ إزاي يقدر لو ينقذ على أقل نفسه طيب أنتو كالتحاد هل لكم سلطة على الشواطئ اللي هي بتشغل الموسيقى بشكل عالي الديجي اللي بقى عالي جدا اللي بصوت المزيكة فيه بيبقى أعلى من صوت المنقذ أنه هو بيصفر أو بيحاول ينبه أي حد خلال أول حضرتك إحنا بتقابلنا مشكلة إحنا بنكتهد كوزارة شاوب الرياضة ونكتهد كالتحاد غصوة انقواز وفيه مجهود كبير جدا معمول وبدأ نشتغل عليه والمعظم نمسينه والمحافظات نفسهم بيستعينوا بينا في حتى فيه طرح شواطئ لشركات خاصة بيأخذوا رأينا من ناحية الفنية في أكتر من محافظة المحافظات السحلية ومن المدى بنشتغل عليها ولكن ما عندناش للأسف زي ما نقول كده في بعض المؤسسات عندها طبطية قضائية ولو لقى فيه مشكلة هنا يقدر هو لكل السطب لا تعالى انت محاول التحقيق يعني انت بتطالب بالضبطية القضائية أنا بطالب بالضبطية القضائية للجنة الخاصة مبادرة مصر بالغرقى وفيه فكرة تانية طرحها كابتن سامح شازل رئيس الاتحاد وهي مهمة جدا 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 لو تعاملت أعطلت وديني في حتة تانية خالص لحنا الهيئة العامة للانقاذ احنا في مصر ما فيش حد مسؤول عن الشواطئ وعملية الانقاذ في مصر لا وكمان أحيانا هل الموقف ده معه تصريح ولا لا معتمد يعني مش مجرد مهنة في الصيف لحد بيعرف يعوم فأروح شاطئ وهلي أكاديمية بتخرجه كمان ولا تأهيل عندنا احنا كالتحاد غصو انقاذ بياخد دورة مؤهلة معتمدة من الاتحاد الدولي للانقاذ بياخد فيها كل المهارات التي بيشتغل عليها بياخد عدد ساعات معينة نظرة وعملي ازاي اشتغل على السي بي آر لو في حالة فضل للوعي يعني ايه سي بي آر اسعفات أولية اسعفات أولية اسعفات أولية في مشكلة ازاي يقدر تعمل معها لأحنا بنأهله بشكل جيد جدا ولكن الفكرة الموجودة انشاء هيئة عامة للانقاذ تابعة لوزارة الشباب والرياضة او لرئاسة الوزراء اللي من خلال يكون فيها خبراء الانقاذ يقدروا اللي هم يشتغلوا ويسيطروا على كل الشواط والمسطحات المية وحامات السباحة اللي بيخالها يقدروا يفرضوا الإجراءات تأمين المسطحات المية لتقليل عملية الغرق اللي موجودة طب ماذا لو حصل موضوع ضبط القضايا هتبقى سلطاتك ايه على الشواط هل هتقدر تقول ان المزيكة ما تعالج بشكل معين ان البرج بقى بطول معين هل في خيال القصة اللي احنا بنعمله كل الإجراءات اللي احنا لحركة طلعت على الكود المصري فيه كل الإجراءات اللي ساعترة بتتكلم فيها ديتا هنقدر لحنا نلزم بقى بدل ما احنا بنبعت خطاب من فضلك يعمل احنا في وزارة شقاب الرياضة بنلزم كل حمامات السباحة اللي تابعة سواء أندية او مركز الشباب بمجرد ما بنخش جوه كله بيتتبع التعليق لكن ما لكش سلطة على الفنادق مثلا ما ليه سلطة على الفنادق ما ليه سلطة على الكرة الصحية هم فعلا بيتعاونوا معنا ولكن ما فيش السلطة الكافية لو ما عملتش واحد اثنين ثلاث اربعة نقدر لنا اوقف الشاطئ لكن كل الموقزين بيجوا منك من عندك ولا هم برضو بيتعاملوا بشكل فردي وبيختاروا هم العناصر بنفسهم المنقزين ما دي حاجة مهمة بقى المنقزين المعتمدين في مصر كلهم معتمدين من عند ولكن في بعض الكرة السياحية او بعض من الشرط بعض الفنادق والكرة السياحية والاندية ما بيجيبوش منقزين معتمدين مؤهلين ودي مشكلة احنا عندنا خط الساحل ممكن المنقز نفسه يغل وهو بينقز بالزرح للأسف لانهو مهارات قليلة واحنا بنشوف احنا لو على خط الساحل فيه منقزين معتمدين والأسف فيه منقزين ملهمش هوية ومشكلة الانقز في مصر اللي هي مهنة مؤقتة موسمية للأسف بمعنى مرتب قليل جدا فبالتالي عمر مهنة الانقز قليلة بياخد كلام فاضي فما بقدرش يصرف على سرطه بياخدها خطوة بعد كده بيبدأ يحول شفت كارير يبقى معلم سباح فين خبرة المنقز مش موجود فدي برضو من ضمن الحالة احنا كالتحاد بنسعليها اللي احنا نعلي من شأن وتعظيم دور ومهنة حارس الحياة اللي هو المنقز على الهل فحمد بات السباحة ممكن تبقى سنوية يعني بشكل مستمر مش موسمية زي فترة الصيف بالضبط بالضبط ده اللي حنحن نحاول نعمله في وزارة الشاب الرادة والأندية الخاصة بينا نشكر حضرتك جزيل الشكر على الحوار اللي بسميه ورثة نويري الحقيقة مش بس ارشادات ونصايح لكن كمان كده بنعمل زي جرس كده خدوا بالكم مفروض نعمل في حاجة أخيرة احنا في كل يوم خمسة وعشرين كل سنة يوم خمسة وعشرين يوليو من كل عام بنحتفل باليوم العالمي للحد من حوادث الغرق واليوم ده حديته الأمم المنتحدة ومنظمة الصحة العالمية فاحنا كل سنة في جميع المحاوزات مصر نحتفل باليوم ده لتوعية المواطنين بأهمية اتباع الأرشادات للسلامة المائية مشكورك دكتور حازم روبي عضو لجنة الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوز والإنقاذ شكرا جزيلا لكي دكتور